إيه رأيك الأول في العام الجوانين نادي الزمالك النهاردة مع كابتن أشرف قاسم؟ يعني رسالة وفاء لواحد من أفضل المدافعين اللي يجوم في تاريخ الزمالك واحد أنا شخصيا يعني وعيد على الكرة وعيد على الأهلي والزمالك بوجود كابتن أشرف قاسم اللعيب اللي كان مميز قوي في الكرة المصرية ساعتها مميز كان مدافع بيلعب بعقله أكتر من قوة بدنية كان مدافع كان ليه دور كبير قوي في بونة الهجمة بالنسبة لفرق الزمالك ساعتها غير كده كمان أنه هو رمز رمز بأخلاقه ورمز بتعامله حتى بحب جماهير الفرق المنافسة يعني احنا عارفين كابتن أشرف قاسم كان واحد من اللعيبة المحبوبة من جمهور مصر كله حتى كمان وهو لسه كان صاعد يعني حتى كان تم احتضانه كده من جيل التمانينات النص التاني من التمانينات وشارك في كاس الأمم ستة وتمانين اللي مصر حصلت عليها وهو من صغره وهو قائد وهو تحس ان هو لعيب كبير مش لعيب صغير فيعني لمسة وفاء كده الكابتن أشرف قاسم اللي نتمنى له طبعا ان هو ربنا يكمله بالشفة ان شاء الله ويبقى في أفضل إن شاء الله يا رب بإذن الله نهاردة الزمالك أسعد رسماني دولة 32 شيء متوقع وشيء طبيعي وشيء عادي الفوز تأخر شوية النهاردة ولكن تحس انه الزمالك كده كده مسك المباراة يعني الفريق لك ما فيش أي خطورة ما فيش أي حاجة مثلا تقلع منها ما تقولش ان المباراة ممكن تقلع ما فيش أي حاجة الزمالك تأخر النهاردة ليه في الفوز الزمالك تأخر عشان حاول على قد ما يقدر ان فريرة يستغل المباراة بمنافس مش بالقوة قوي ان هو يستغل المباراة في تجارب صح شفنا فريرة النهاردة بيجرب شوية أفكار حتى مع تثبيت الخطة اللي بدأ بيها مع الزمالك اللي بدأ بيها سلسلة الانتصارات دي بس كان بيجرب شوية أفكار جديدة شفناها في المباراة أول الأفكار دي شفناها ان يعني فريرة طبعا لعب بخطته المعتادة بخطة 3-4-3 بس التغيير الصغيرة ان هو اللعب بطريقة 5-2 فدي أول يعني فكرة لفريرة ان هو يعملها النهاردة ان هو يلعب بطريقة 5-2 وفي نفس الوقت برضو شفنا تغييرة غريبة شوية كريم هي فكرة وجود عبدالشافي في نص الملحم حاجة مفاجأة جدا خصوصا كمان مع غياب المهاجم رقم 9 مع غياب طبعا سيف الجزيري المنضم المنتخب تونس فشفنا فريرة أول حاجة جربها اللعب باثنين مهاجمين مش بتلاتة يعني أو بمهاجم وجناحين دي أول فكرة تاني فكرة ان هو تخلى عن محمد عبدالغاني من نص الملعب رجعه الدفاع طبعا للنقص اللي موجود في خطة فعال زمالك تالت حاجة هي فكرة عبدالشافي وجوده كلاعب من ثلاثي اول مرة شوفه في حياتي غريبة جدا على عبدالشافي عمره ما حصلت مع عبدالشافي يعني حتى كمان عبدالشافي ما تجربش كجناحي يعني ممكن كان بيلعب بك شماله قدامه صبر رحيل كان بيبقى فيه تبادل أدوات شوية في فترة كلمة أنا شوفتها بس مع عبدالشافي وديفت ألابه في باير ميونيخ ألا يعني قوية كيميتش كيميتش برغو كان بيجرب طبعا أنا فهم اللعبة دي يعملها عبدالشافي يحط لك أي حد في حياتي ما كانتش موفقة ما كانتش مش عشان طبع عبدالشافي لعيب كبير لعيب عظيم يعني بس منتكلم أن عبدالشافي أول مرة يلعب الحتة دي وفي سنة كمان متأخر بالنسبة عبدالشافي بنتكلم 36 سنة الفكرة برضو فكرة غياب المهاجم غياب العمق الهجومي بالنسبة للزمالك اللي اعتماد على شيكابالا وزيزو كاثنين مهاجمين ده اللي خلى يعني لعيبة الزمالك ممكن مش عارفة تسلم مين في نص الملعب ينقلهم بالهجمة يعني اللعيبة اللي المفروض هي اللي كانت بتنقل الهجمة وهي اللي بتعمل الدلي وهي اللي بتسلم الكورة عشان تلاقي حلول للعيبة المهاجمين كانت هو أول خط بالنسبة للزمالك وهو خط الهجوم حاولنا شفنا كده محاولات من فريرة ومن لعيبة الزمالك لاستغلال عدم وجود مهاجم يعني مهاجم أساسي مهاجم ثابت رقم 9 شفنا إن لقينا عبدالشافي ولقينا سيف جعفر في حالات برضو هنشوفها يا كريم لقينا إن في الغياب بتاع المهاجم الصريح دي شفنا إن في محاولات من فريرة لاستخدام عبدالشافي وسيف جعفر في الدخول لمنطقة الجزاء كمهاجمين جايين من الخلف لضرب التكتل طبعاً اللي شفنا من فرقة إلاكتشادي هنشوف الحالات بالوقت اللي نبتدي بيها أول حالة عندنا هنلاقي إن هنا ممكن نوقف كده الصور بص هنا عبدالشافي عبدالشافي هو اللي واقف على العرضة البعيدة وهو اللي بيحاول يستقبل الكرة العرضية فده مشهد نادر الحدوث يمكن ما حصلش قبل كده فكرة إن عبدالشافي يخش جوه منطقة الجزاء وكمان في القلب مش كظهير أو جنيه فده أول حاجة بتبين إن فرير حاول يعتمد على السنائي بتاع خط النص اللي بيلعب جنب روقة مسبت روقة وبيحاول يطير صيف فاروق جعفر وعبدالشافي جوه منطقة الجزاء وإيه اللي ما تمتش بحاجة يعني إيجابية ما شفناش بس أولك حاجة هي ما تترجمتش بس الموقف ده بيقول إن هي تترجمت بشكل إنه عبدالشافي بص هو الوحده بالظبط يعني هو ما فيه يعني لو كلها عدت كانت الحاجة مثل ونا نقول كمان عبدالشافي مكان عبكري بس كان ممكن فيه موقف كتير تدخلق يا كريمي ويبقى فيها إيجابية أكتر من كده خلي بالك إن فرص الزمالك في الشوت الأول لا تتعدى كورتين تريتك طبعا هو رجع اللقطة تاني برضو يعني هو بصراحة برضو عشان ما يبقى شي اسمي بشيده خلاص هي اللقطة حلوة إن عبدالشافي يواقف لوحده بس السزاجة الفنية والخطير اللي عند لعيبة إليكت نبص بس كلهم راحنا على العيل معاك كورة بالظبط لان مشوفتش كده في حياتي في كورة تانية برضو هنشوفها يا كريمي كلهم راح على معاك كورة هنلاقي نفس الكلام بالنسبة لصيف فاروق جعفر بس كلهم دل بس كلهم يقف هنا إن صيف فاروق جعفر لعب ثرو عالي قوي ولعب ثرو جودته كويسة قوي لعبدالله جمعة لأنا بوجه رسالة لعبدالله جمعة برضو يا كريم إن لعيب زي عبدالله جمعة ولعيب زي صيف فاروق جعفر كان لازم يستغلوا فترة الغياب أو كمية اللعيبة الغيبة والمباراة السهلة لازم يلعبها في استغلال فرصة بشكل أكبر من كده يعني صيف جعفر حاول إن هو يشوت أكتر من مرة في كورة طلعت بره ثلاث خشبات وكرتين خبطوا في رجل مدافعين عبدالله جمعة كان بيلعب بحماس وعبدالله جمعة واحد من اللعيبة المهمة جدا ولما نفتكر كان وقت جرس كان لعيب أساسي من عبدالله من عبدالله إيوال في موشي كان بكش مال الزمالك الأساسي حتى كمان في وجود عبدالشافي بعد ما رجع من الاحتراف لكن عبدالله جمعة نقصه بس القرار الأخير بالكورة يعني الكورة دي انفرض بيها من تقريبا بعد نص الملعب شوية وصل لغاية منطقة الجزاء وما خدش قرار إن هو يشوت وفي الآخر طلعت ركني فهنا هنشوف برضو سيف فاروق جعفر على الناحية التانية سيف فاروق جعفر هو اللي مكمل جوا منطقة الجزاء بغاية لما الكورة طلعت ممكن نكمل اللقطة تاني هنلاقي سيف فاروق جعفر هو اللي بيتحرك وهو اللي موجود كمهاجم جوا منطقة الجزاء ودي مناظر او دي مشاهد احنا ما شوفناهاش قبل كده سواء بالنسبة لسيف فاروق جعفر او بالنسبة لعب شافل فيه برضو على ذكر القرارات شيكبالا شيكبالا مؤخرا عودنا إن هو لعيب المتشاط الكبير يعني شوفنا هو بيسجل في الاهلي شوفنا بيسجل في بيراميز لكن شيكبالا في مباريات معينة في القرارات القرارات لازم يا شيكبالا إن انت تاخد بالك من قراراتك في انهاء الهجمات لأن انت واحد من اللعيبة الزمالك بيعتمد عليها ولازم لإدارة الزمالك والتشكيل الزمالك إن يبقى فيه جودة موجودة مع شيكبالا وزيزو في الخط الأمامي طبعا مع رجوع سيف فاروق جعفر بس أنا بتكلم بشكل أخص على الأجنحة لازم إدارة الزمالك أنا شفت وتبعت تصريحات أمير مرطان منصور إن الفرقة تعتبر اكتملت ممكن يبقى فيه صفقة أو صفقتين ده يعتبروا رفاهية شوية بالنسبة لجوزوالد وفريري يعني كما بأكد إن الزمالك محتاج جودة سواء في الأجنحة أو في المهاجم الصريح يعني إيه جودة؟ جودة إن العيب يقدر إن هو يتحكم في رتم المباراة سواء بالنسبة للتكتلات الدفاعية عنده حلول فردية يقدر يعمل زي ما زيزو بيعمل عنده حل فردي سواء كيعادي عنده حل فردي بالنسبة للتسديد عنده حل فردي كمان بالنسبة لصناعة اللعب فلازم الجودة دي تبقى موجودة طبعاً نيمار ممكن يتوظف مركز الجناح وبيلعب دلوقتي كظهير جناح يعني ممكن يتوظف كجناح يوسف أسامة نبيه بس لسه عندهم خبرات لازم يعني شوية وقت كده عشان الخبرات دي إن هي تكتم دي الهجمة الوحيدة الخطيرة بالنسبة لإلكت وعبدالغني هنا لو وقفنا لصورة عبدالغني اتقدم يعني هو شكله اتعود على فكرة إن هو بيلعب في خط النص ونسي شوية فكرة إن هو واحد من الدفاع المفوضي بمتمركز فساب البوكت اللي دخل منه مهاجم إلكتر شادي إرجع تاني بالكورو هنلاقي محمد عبدالغني هو واقف محمد عبدالغني بدل ما يرجع يتمركز مع المهاجم اللي داخل جوه منطقة الجزاء بالنسبة لفريق إلكت تقدم شوية وساب فراغ إن يتعامل البينية اللي من وراء بص يعني ده اللي هيحصل دلوقتي هو كمان محمد عبدالغني عشان برضو مش في مكانه بالظبط سابه حركة كورو هعمل شوية لاخباطة ده كان هيبجون ينغش شوية على جمهور نادي الزمالك البداية اللي المفروض يبقى فيها كلين شيتس لغاية لما توصل للمجموعات هشوفنا النهاردة تخلي عن فكرة المهاجم الصريح يحسام أشرف كان موجود بره كان ممكن يبتدي المباراة من الأول شوفنا تجربة لعبد الشافي وصيف فاروق جعفر إن هم يخشوا جوه منطقة الجزاء وشوفنا كمان إن محمد عبدالغني رجع لخط الدفاع وشوفنا الفرق اللي حصل مع محمد عبدالغني في الكرة الخطيرة الوحيدة لإلكتك هل شايف الزمالك بالتشكيلة الحالية بالتدائمات اللي حصلت قادر بقى إنه يعرف ياخد دورة أبطال أفريقيا كان من بطولة غايبة من 2002 بص هو زي ما إحنا عرفين دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا الفرق أو البطولات اللي بيبقى فيها ما بين المجموعات وما بين خروج المغلوف بتاخد وقت طويل قوي في الموسم فبيحصل فيها متغيرات كتير دلوقتي الزمالك من أقوى المرشحين لكن نحن نتكلم إن الزمالك هو المرشح الأول للبطولة لا محتاجين نشوف لعيبة في تشكيلة الزمالك لو ما حصلش تتعامات ممكن يتطور مستويها بشكل عامل إزاي لكن لغاية دلوقتي الزمالك على نفس الخط مع الأهلي وممكن كمان مع الترجي ومع الرجاء والوداد هم كلهم على نفس المستوى لغاية لما نشوف تشكيلة نادي الزمالك هتقدر تكمل بإيه وحيكون فيه صفقات بالنسبة للزمالك تنضم ليه بعد دور المجموعات هو با دايما بتشرف ودايما بتنقو دايما بستمتعيب أنا بشكرا شكرا جزيلا شكرا يا حبيب